اشتركوا في القناة ان السماح باستخدام هذا المسحوق العديد من المنتجات الغذائية مثل الخبز متعدد الحبوب والبسكويت والشوكولاتة والصوصة والمقارونة ومسحوق الحليب والمعالبات والجعة والمشروبات الغازية والمكمل الغدائي الخاص بالرياضيين وبتأكيد من هيئة سلام الأغدية الأوروبية أن مصحوق الصراصير أكثر كفاءة من ناحية التغذية فابتداء من 24 يناير الجاري ستسمح المفوضية الأوروبية رسميا باستخدام مصحوق الصراصير في الأطعمة الموجودة في الأسوأ فما هو مصير سكان العالم الذي ازدادوا فقرا بعد الأمراض الفتاكة والأوبئة وغلى الأسعار والحرب الأوكرانية الروسية هل حتى الأغدية الآن جاء دورها؟ فماذا سيحدث للبشرية في السنوات المقبلة؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة والضطع على زر الجرس كي يصلكم كل جديد وإن أعجبكم فيديو اضغطوا على زر الإعجاب